لا بد من تنفيذ قرارات فرض العقوبات على حكومات الدول التي تخالف القوانين الدولية وتتعاون مع المنظمات الإرهابية لتحقيق مصالحها على حساب الأمن العالمي هذا ما ركز عليه أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة الاستماع التي حضرها نائب وزير الخزانة والي أدييمو الذي أكد لهم أهمية التعامل مع الكونغرس لإقرار مثل تلك العقوبات إن اهتمام أمريكا باقتصاد عالمي قوي ومستقر قائم على القواعد هو أمر هام حيث يرتبط هذا بسياستنا الخارجية ومصالح أمننا القومية أهدافنا الاقتصادية لا يمكن أن تنجح إذ كان النظام المالي الدولي يسهل التدفق غير المشروع لأموال الكثير من المنظمات والجماعات الإرهابية أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين وجهوا الكثير من الأسئلة لنائب وزير الخزانة عن الصين وكيفية فرض عقوبات اقتصادية عليها بسبب مواصلتها شراء البترول الإيراني متجاهلة العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام الإيراني طبقاً لبيانات وكالة الطاقة الدولية منذ شهر يوناير من هذا العام تستورد الصين حوالي 600 ألف برميل من النفط الإيراني يومياً والإدارة الأمريكية تعلم بذلك وطالب أعضاء مجلس الشيوخ بفرض عقوبات على روسيا بسبب استمرارها في مشروع نوردستريم 2 الذي يزود أوروبا بالغاز الطبيعي على حساب اقتصاد بولندا وأوكرانيا فضلاً عن بيع صواريخ S-400 لتركيا وبالحديث عن أفغانستان قال أدييمو إن الإدارة الأمريكية تعمل على وضع نهج يضمن استمرار العقوبات ضد حركة طالبان مع استمرار تقديم المساعدات الاقتصادية للشعب الأفغاني من خلال المؤسسات الإنسانية غير الحكومية الصين وروسيا تتصرفان بحرية ضد المصالح الأمريكية ولذلك لابد من تنفيذ العقوبات الاقتصادية المفروضة عليهما سابقاً مع فرض عقوبات جديدة هذا ما أكد عليه أعضاء مجلس الشيوخ لنائب وزير الخزانة والي أديامو والذي تعهد بمواصلة العمل مع الكونغرس لتنفيذ تلك العقوبات عبدالرحمن البرديسي الحرة واشنطن